السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طول الله بالصف الخامس الابتدائي مكاملين يا ولاد مع بعض شرح منها كنكت بإذن الله النهاردة هناخد مع بعض لسن فور الدرس الرابع الثلاث أجزاء اللي فيه الجزء الأول اللي هنتكلم فيه على الهاني أو العسل الجزء الثاني اللي هو الفانيكس والجزء الثالث الماث هنخلص إن شاء الله بإذن الله الدرس كامل النهاردة بس في البداية أتمنى لو لسه ما نورتنيش واشتركت معاه في القناة دوس دلوقتي على السابسكرايب اللي موجودة تحت الفيديو علشان تتابع إن شاء الله كل الفيديوز اللي جاية والمراجعات والبراجرافز اللي احنا هنعملها مع بعض بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب أول كلمة معنا هي كلمة سهلة اللي هي ضربة الشمس اسمها إيه صن بيرن طبعا صن لوحدها معناها شمس صن بيرن على بعض ضربة شمس كلمة سهلة جدا طب الكريم بقى اللي بنحطه علشان يحمينا من أشاعة الشمس اللي هو sun screen sun screen وبالمناسبة screen لوحدها معناها شاشة لكن sun screen الكريم الواقي من أشاعة الشمس أقراس الدواء معناها pills أقراس الدواء pills أقراس الدواء pills البكتيريا معناها bacteria البكتيريا معناها إيه bacteria بكتيريا علاج معناها treatment خدنا إحنا المرة اللي فاتت كلمة treat ده فعل معناه يعالج لو زودت M-E-N-T بقى معناها علاج treatment كلمة مهمة treatment treatment علاج treatment ممكن أقول مثلا honey is used as a treatment honey العسل is used يستخدم as كإبقى a treatment دواء honey is used as a treatment treatment بعد كده عندي كلمة جرح معناها wound جرح يعني إيه wound كلمة مهمة wound جرحة wound جرحة wound الشفة معناها healing healing بص يا ولد لو شدنا l-I-N-G ده فعل اللي هو heal معناها إيه يشفى أو يلتأم وهناخدها دلوقتي في الأفعال يبقى heal يشفى healing شفى heal يشفى healing شفى heal يشفى healing شفى طيب الكلمة دي اسمها إصابة معناها إيه injury injury الجي هنا هننطقها إزاي injury injury إصابة والجمع بتاعها injuries هنكانسل ال-Y وهنستبدلها ب-I ونحط ال-E-S بتاعة الجامعة injury injuries injury injuries إصابة إصابات injury injuries الأربع كلمات دل مهمين جدا treatment علاج wound جرح healing شفى injury إصابة طيب كلمة جلد معناها skin جلد skin الجلد skin عناية طبية medical care عناية طبية medical care أمراض illnesses بس قبل ما أقول لك على أمراض تعال أقول لك الأول كلمة L L يا أولاد معناها مريض وده يعتبر صفة أقول لك مثلا I am ill I am ill أنا مريضة يبقى L معناها مريض صفة لو زودت لها N-E-S-S بقت illness تحولت لإسم مرض illness مرض طب لو عايزك معها هحط ES بتاعة الجامعة illnesses أمراض يبقى L مريض illness مرض illnesses أمراض الخزانة معناها covered covered خدناها كتير covered ربما maybe أو perhaps maybe أو perhaps حديثا أو مؤخرا recently 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 حديثا أو مؤخرا طيب بعد كده عاندي كلمة علماء معناها scientists scientists وطبعا لو شلنا الـ هتبقى scientists عالم ودي scientists علماء برطمان جار جار برطمان جار مادة معناها substance substance مش المقصود بيها المادة الدراسية المادة الدراسية معناها subject substance substance safe آمن safe آمن safe آمن treating علاج أو معالجة treating 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 طيب تصريفات الأفعال يا أولاد هنبدأ بالأفعال المنتظمة regular verbs عندي فعل kill يقتل أو يقتل kill الماضي killed ضفنا ED kill killed heal كلمة مهمة جدا يشفى أو يلتأم الماضي healed زودنا برضو ED heal healed contain contain يحتوي الماضي contained contained زودنا ED mix أخدناها قبل كده يختلط الماضي mixed mixed damaged يدمر الماضي damaged 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 يبقى يدمر يعني damage يدمر damage ويحدث يعني happen الماضي happened 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 الأفعال irregular الغير المنتظمة عندي cut يجرح الماضي cut نفس الكلمة no يعرف الماضي no عرفة put يضع الماضي put هي هي برضو نفس الكلمة طيب تعبيرات وحروف جر مهمة عندي أول تعبير اللي هو get better أو get better معناه يتحسن خلي بالكم التعبير ده على بعضه get better يتحسن get better يتحسن أقولك مثلا I am getting better أنا بتحسن get better يتحسن use as يستخدم مثل use as يستخدم مثل يصيبك بالمرض make you ill make you ill يصيبك بالمرض main points on listening and reading texts honey is also كلمة also معناها أيضا العصل أيضا used as يستخدم ك يستخدم ك أيه العصل a treatment علاج for some injuries لبعض الإصابات and illnesses والأمراض نقول تاني الجملة دي يا ولاد honey is also used as العصل أيضا يستخدم ك يستخدم ك أيه a treatment علاج علاج لإيه بالضبط for some لبعض injuries الإصابات and illnesses والأمراض إذا يتشر هو العصل بيستخدم فعلا كعلاج أيوة فعلا هو بعض أنواع العسل اللي بيستخدم as a treatment كعلاج مش كل العسل يعني العسل اللي في بيتك دون أخره مثلا تحطه معا كوباية لبن تشربها تحطه مثلا على فطيرة كلها مش مشكلة لكن مثلا مش تتجرح في رجلك تقول أنا حط عسل عشان الجرح يخف لا طبعا مش العسل اللي عندك في البيت اللي بنستخدمه كعلاج دي أنواع معينة من الإيه من العسل طيب بيقولي هنا doctors have used honey يعني الأطباء have used استخدموا الجملة دي يا ولاد في زمن المضارع التام present perfect الأطباء استخدموا honey العسل for thousands of years لآلاف السنين some types of honey بعض أنواع العسل زي ما قلت لك مش كلها some types of honey بعض أنواع العسل can kill ممكن تقتل bacteria أو البكتيريا do you like honey هل بتحب العسل دو في أول استؤال يا ولاد معناها هل هل أنت بتحب العسل perhaps ربما you enjoy أنت بتستمتع eating it بأكله for breakfast على الفطار or maybe أو ربما you enjoy it بتستمتع به in a sweet بسبوسة في البسبوسة الحلوة but لكن did you know هل تعلم that honey أن العسل isn't only ليس فقط أفود الطعام it's also إنه أيضا used as يستخدم ك يستخدم كإيه a treatment علاج علاج لإيه بالضبط for some injuries لبعض الإصابات and illnesses والأمراض in some countries في بعض الدول honey العسل has been used بيستخدم by doctors بواسطة الأطباء يعني الأطباء استخدموا العسل الكلام ده كان من إمتى four thousands of years لآلاف السنين it was first used to treat wounds كلمة first يا أولاد معناها أولا يعني تم استخدامه أولا علشان يعالج treat يعالج إيه الوانس الجروح الوانس الجروح by Egyptian doctors من بقى اللي استخدموا الأطباء المصريين بواسطة الأطباء المصريين around five thousand years ago منذ خمس تلاف سنة يبقى أول حد استخدم يا أولاد الهاني العسل as a treatment منتك علاج كانوا من Egyptian doctors الأطباء المصريين recently وحديثا scientists العلماء have tried حولوا جملة في زمن المضارع التام حولوا إيه to find out كلمة find out معناها يكتشف إنهم يكتشفوا exactly بالضبط why لماذا honey العسل is so good for good for جيد ليه جيد لإيه healing wounds شفاء الجروح and treating illnesses وعلاج الأمراض يبقى دلوقت يا أولاد في الوقت الحالي العلماء بيحاولوا إنهم يكتشفوا find out ليه العسل good for جيد لي healing wounds علاج الجروح and treating illnesses علاج الأمراض تعالوا بقى نشوف scientists العلماء اكتشفوا إيه بيقول لي scientists no العلماء بيعرفوا that some types إن بعض الأنواع of honey من العسل contain بتحتوي على things أشياء that can help ممكن تساعد to kill bacteria فأتل البكتيريا this helps wounds وده بيساعد الجروح to heal إن هي تشفى more quickly بسرعة أكتر you must be careful must يا أولاد معناها يجب وخلي بالكم إن مصد بيجي وراها مصدر you must be careful however ومع ذلك يجب إن انت تكون حذر كلمة must يا أولاد معناها يجب وبيجي وراها المصدر يجب إن انت تكون حذر ليه بقى؟ لإن إحنا قلنا مش كل أنواع العسل اللي بتستخدم كعلاج فبيقول لك the honey العسل the doctors use اللي الأطباء بتستخدمه is a special honey هو عسل مميز أو عسل خاص only that is safe to use as a treatment يبقى بيستخدموا نوع خاص من العسل اللي بيستخدم كعلاج as a treatment so لذلك if you have لو انت عندك a jar of honey برطمان عسل in your cupboard في الخزانة بتاعتك you can mix it ممكن اللي انت تخلطه with milk مع لبن to make your cough better علشان تخلي الكحة بتاعتك أفضل أو تحسن الكحة أو السعال بتاعك العسل مفيد جدا يورد الكحة على فكرة but don't put it on your cut knee يعني يبقى ما تحطوش على ركبتك المجروحة طيب جزء الفونيكس ياولاد جزء سهل جدا جدا بيفرق لك ما بين صوتين صوت الف اللي هو بيعمله لي حرف الاف وصوت الذا اللي هو بيعمله حرف ال vi أو letter v صوت الاف ياولاد ده بنسميه viseless يعني صوت كده صامت مش بيعمل اهتزاز أو vibration في الأحبال الصوتية يعني مثلا th frog لو حطيت كده إيدك على الحنجرة بتاعتك مش هتلاقي إن الحنجرة بتهتز frog scarf fruit وده طبعا على عكس letter v letter v ياولاد بنسميه vised يعني بيعمل اهتزاز في الأحبال الصوتية the جرب كده حط إيدك على الحنجرة وانت letter v هتلاقيه عمل معك a vibration كده زي مثلا vegetables the television the 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 طيب خلي بالك من الكلمات دي الكلمات دي لو شلت ال f حطت مكانها v شكل الكلمة ومعناها كمان اتغير جدا fan مروحة لكن van شاحنة صغيرة leaf ورقة شجر إنما leave يترك أو يغادر وده فعل fairy عبارة نهرية لكن very جدا few قليل لكن view منظر save 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 life live يعيش آخر جزء معنا ياولاد في الدرس بتاعنا هو التمثيل بالرسم البياني board chart يعني مثلا الرسمة دي عندك فيها دجاج وعندك فيها بط وعندك فيها مش عارف ايه عندك فيها شوية حيوانات كده فانت بدل ما تقعد تعدي وتقول والله ان الدجاج عندي منه ثلاثة ومش عارف ايه عندي منه اربعة ومش عارف ايه عندي منه خمسة فانت بمجرد ما بتبص على البارت شارت بتاعتك دي فانت بتعرف الإحصائيات او الأرقام اللي موجودة في الرسمة دي طبعا بيبقى هنا ياولاد في المحور الأفقي اللي احنا بنسميه the horizontal axis واللي بنحط فيه الحاجات اللي موجودة عندي فيه الصورة وده اسمه المحور الرقصي the vertical axis وده اللي بنكتب بقى فيه ايه النومبرز او الأرقام بتاعت الايه الطيور فانت بتشوف مثلا الدجاج فيه منه ثلاثة فبتلون بس ثلاثة مثلا البط ده خمسة بتلون عنده خمسة وهكزا وطبعا فوق ياولاد بنكتب التايتل بتاع البارت شارت بتاعتي هنا مثلا كتبت birds on the farm الطيور في ايه المزرع بكده ينكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة اتمنى تكونوا استفدتوا منه يا ريت لو عجبنا الفيديو ما ننساش نشترك في القناة علشان نتابع ان شاء الله كل الفيديوز اللي جاية ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس على زرار اللايك دعم منك للمحتوى التعليمي اللي بقدمه اشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم